موسيقى يحتل الرقص الأذرية التقليدي مكانة مميزة في قلب الثقافة الأذرية حيث يجمع بين الرقص والموسيقى الوطنية ورواية القصص تعود جذور الرقصات الشعبية الأذرية إلى التراث والتاريخ وتتنوع بشكل كبير في الأسلوب بين الرقصات الجميلة معقدة الحركات إلى الرياضية المثيرة للإعجاب تأسست فرقة الرقص الوطنية الرسمية الأذرية عام 1938 وقدمت عروضها في جميع أنحاء العالم تعتبر الملابس والشعر والمكياج تفاصيل أساسية لا يمكن التغاضي عنها فيتوجب على مدير الرقصات تقديم برنامج متنوع ومثير لا يقتصر على تنوع الخطوات فحسب الأزياء كذلك بعض عناصر الرقص الصعبة هي حركات أعتيادية ونموذجية لرقصات الأذريات كحركات الصدر ونظرات العيون الرقص بالزجاج أيضا يجب أن تكون الكؤوس المملوئة بالشراب متوازنة على راحة اليد وعلى الرقصات التأكد من عدم انسكابها أثناء رقصهن رقصات الذكور الأذرية تصور نسرا يمد جناحيه على قمة جبل استعدادا للطيران بعض الحركات يؤديها الرقص على رؤوس أصابع قدمه وهي بالغة الصعوبة بشكل عام رقصات الرجال منافسة حقيقية يقولون سأقفز لمستوى أعلى منك ويؤدي الحركة الأصعب بشكل أسرع هذه المنافسة بحد ذاتها رمز الشجاعة ورجولة وهذا ما تجسده الرقصة وهذا ما تجسده الرقصة وهذا ما تجسده الرقصة يا شكرا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة